السلام عليكم اش حالكم يا حلوات انا سمية حارة ببيوتي بلغر من الامارات دبي وحياكم والله على قناتي على اليوتيوب فيديو اليوم بيكون عن الديرمارولر هذي الآلة اللي كل حد يتكلم عنها شو هي الديرمارولر عبارة عن آلة صغيرة فيه الهراس هالراس اللي فيه كل هذيلة ابر صغار وايد هالابر دقيقة يمشونها علوي طبعا انا اسويها مع الدكتورة ابدا ابدا ما استخدم ديرمارولر بروحي هذي الابر شو تسوي تساعد ان اي شي ينحط على سطح البشرة تمتصل البشرة اكثر وينشط الدورة الدموية في البشرة يخليها تنتعش اكثر ويجددها ويعطيها نظارة ومع الاستخدام طبعا حسب المادة اللي تنحط مع الديرمارولر تخلي البشرة تنشد اكثر عادة انا اسوي جلسات عند الدكتورة مرة في الشهر اللي هي الدكتورة الجلدية اتحط لي فيتامينز اتحط لي سيروم على بشرتي وتمشي الديرمارولر على البشرة كلها مع ضغط خفيف بتسألوني تعور هاي الآلة هي تعور بس مو بوايد قبلها عادة الدكتورة تحط جلب مخدر مدة يمكن ربع ساعة ثلث ساعة وبعدين تبدأ تحط المواد الثانية وتمشي الديرمارولر لين الحين انا سويت ثلاث جلسات من الديرمارولر بصراحة بصراحة من اول جلسة ما شفت اي فرق ثاني جلسة شفت شوية انتعاش ثالث جلسة النتيجة كانت واو تحمر البشرة بالنسبة لي طبعا تحمر البشرة مدة يومين وبعدين ترجع عادي خلال هاليومين استخدم فيوسيدين ما استخدم اشياء ثانية انا افضل اني ما احط ميكوب بعد جلسة الديرمارولر لانا الدكتورة استخدمني فيتامينز استخدم سيروم اشياء اتغذي البشرة بعد الجلسة الثالثة فعلا لاحظت الفرق لاحظت الانتعاش وعلى فكرة كذا واحدة من الحلوات خصوصا على سناب شات كان يقولولي في فرق في بشرة اعتقد كان من الديرمارولر لانه هالشي الاساسي اللي غيرته في نظام عنايتي ببشرة اذا انت من النوع اللي تطلع للتحبوب او كانت طالعت للتحبوب تحاشي استخدام الديرمارولر ليش؟ لان الحبوب تكون على سطح البشرة فالديرمارولر تفتحها وتوزع الجراثيم على باقي البشرة ممكن تنتقل لحبوب المناطق ثانية في البشرة فعادة اذا انت عندك حرور او في هاي الفترة طالثة حبوب وحبوب خاصة اذا كانت وايدة تعدي عن الديرمارولر غير عن شيء وايد وايد انصح فيها فعلا تعطي انت عاش للبشرة تعطي نظارة حيوية شد للبشرة جمال للبشرة اكثر وايد صراحة انا حبيت في البداية كنت خايفة اني استخدمها بس مع الاستخدام مثل مرة في الشهر تحت اشراف طبي مو بانتي بوحدة اللي سوينا صراحة شفت لها فايدة وبعد يعتمد على المنتجات اللي تحطها الدكتورة مع الديرمارولر سواء السيروم سواء الفايتامينز شو ما كانت هي تحطها انصحكم فيه ما جربت مع الديرمارولر شي ثاني فيه جلسات ثانية مع بلازمة مع اشياء ثانية سمعت عنها بس انا ما حبيت اجربها الديرمارولر حسيت انها هي كفاية اشتريتها طبعا من الدكتورة وكل مرة اخذها وياي كل جلسة ومن اخلص ارجع اعقم لي اياها ارجع اخذها وياي تنحفظ في علبتها واخليها عندي ايلين الجلسة الثانية فيه وايد عيادات طبية تسوي هالجلسات واصلا يعني اتبيع الديرمارولر فانتي دوري شوفي المكان اللي انسبلت لان صراحة مقدر انصحكم بمكان معين وهذه كانت يا حلوات تجربتي باختصار مع الديرمارولر اتمنى يكون هالفيديو نفعكم ولا تنسون اللايك واذا عندكم اي استفسار كومنت وتكتبوا لي تحت وبعد سبسكريب عشان يوصلكم كل يديد ينزل على قناتي مع السلامة اشتركوا في القناة